سمعت ياموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شوفوا على إساءة للدولة المغربية شوفوا البيجامة بيجامة ديالنعاس بيجامة ديالنعاس وما وضح مواله وهذا الشي كيغلي المغربة حسب الإساءة الوزير ديال المغربة كيطلع على القيانات بحال بي بي سي فضائية دولية بالبيجامة ديالنعاس يمكن الوزير في الصيف يكون دير شي ببيل ولا دير شي شورت عادي بحاله بحال الناس فاضاء عام وتصادف مع شي قيانات ودير شي تصريح تستعصاغ لا تصور أن قيانات دولية وفي زمن ديال الزلزال وديال المسؤولية والجدي اللي هضر لها المالك في الخطاب دياله وديال العرش لما خطاب ديال العرش هضر على الجدية وانت عارف راسك غادي تصور يعني كينا واحد تستعداد غس يكون قبلي وتصور كي تدرب عام النادن بالبيجامة ولا يسأل المغاري بقول واش عمركم شوشي وازير مشي في المغرب في تاريخ البشرية دير تصريح مع قيانات ببيجامة ديالنعاس ولا ديال الضغل شو مكيحكس هذا كيحكس أن هذا الرجل قلتها واحد مرة يستهت مكيش الجدية اللي هضر لها المالك مكيش الجدية مكيش جدية ومكيش الهمة ومكيش نازهة ومكيش يعني المسؤولية غياب المسؤولية عتدار مع قيانات دولية وانت ما كاتمتلش راسك تمتل المغاربة مكيزار كوازيرك تمتل المغاربة يعني داك يمعنا خستك تمتلهم شرب ططعون وشي الباس مسؤول من داخل المكتب ديال حتى لقد بيت نعقى دارك ما فيهاش مكتب دارك وش ما فيهاش مكتب ما فيهاش مكتابة وما تلمش عدير بيجاما ديال بيجاما شوف هانتوا بيجاما هاتي قاع المغاربة حسوا بالإهانة وبالإيساءة هذا بغض نظر لها تسييت شكو اللي أعطاه الصيفة كيهضر مؤخارة دار تصريع لجزائر روى اللي بلد كيهضر وكي تصوروا وكي أنهو الناطق ناسم اسم الحكوم واسم الدولة هاد الأيام يعني واحد لففيرش كيهو يعطاه له الله وعلم ده بخارج بالبيجاما شنو كيش عكس كيش عكس أنهو كيستهتر بالمغاربة كيستهتر بموقعه الدستوري كوزير يستهتروا يعني أيضا حتى بديك القيناته بشمهور ديالها وكي ما كيعكس هاد الواقع ولا هاد الفضيحة كيش عكس بأن هاد رجل ما عندوش مستشارين كيش عكس ما عندوش مستشار ينقش معاه كيش عكس بأن الوزراء في المغرب لا يخدعون لتكوين على مستوى الهندام على مستوى الحضور عندهم ضعف ده بها هاد الوزير هاد خارج بهاد البيزاما ومش شيء أول فاضيح تقاشر نحن نشوف لك التقاشر كي باش قالها قال أنا لي كنعتقل عباد الله المؤسسات اللي كتشتغل مع وزارة العدل هدي واحد المودة اعتقلنا واحد مدير شركة كيخدم في وزارة مع وزارة العدل قال للموصيب بلك حلش حل دي التصريحات قال دي قدي الباب وهي لباس عليه وأي حاجات يقول أنا كنعتها ضعرفيها لدي جوجل إجازات وعندو في موريال لباس عليه وخلص عليه وقرره في الخارج تصوروا هاد الوزير هاد شحل سائل لمغاربة وعندو تصريحات قبل وعندو خارجات قبل وكتعرفوا كيفاش تخل بجد مع البام وكيفاش فركة البام خلق أزمة مع الصحراء الناس الوطنيين تحت في الصحراء المغربية من جملتهم شكي تسمو الجماني خلق مشكل مع القيادة الدعباء بالأحزاب عندو مشكل مع نزار باراكا خلق مشكل ما كنش نسي جام الحكومي بسبابه يخرج بديك المرة تصريح على المستوى الهاشتاغ قال احنا مع الهاشتاغ دي الأسعار شو يعود تاني تراجع لديك هادرة ديالو ده بخرج بالبيجامة في عز الأزمة والزلزال وعلمان أن الزلزال كوالد ديالو كانت في المنطقة اللي فيه هو رئيس المجلس دي الأرودانت عندو 86 جماعة من أسوأ الجماعات في الكورة الأرضية وبنادم عايش في القورونا الوسطى ده باحنا غطينا على هات شي ديال راح كان يطلحوا سؤال هاد الناس اللي كانوا عايشين هكا في الحجر ما عندهم طرقان ما عندهم مصيبة عايشين في الحجر عايش أبانين بالطوب ما مستهم تنمية ما قاستهم يعني الإصلاحات هاد البشار ديالو رئيس هو وزير تصور هاد الوزير هادف هاد المنطقة اللي بين هاد الزلزال بانمي أنه مكينوالو يعني عندي واحد سؤال مهيم ماذا ونسيت ما طبع حكومة أخنوش مسؤولة ولكن نجو نسوله رأسنا طبع حكومة أخنوش خللت هاد الوضع وهي بورسة هاد الوضع على حكومة العثماني هاد الحوز دير بحالكة وهالتر ودانت والدور وحكومة بن كيران خلتنا هاد الوضع وحكومة جطو عباس الفاسي خلتنا هاد الوضع حكومة جطو خلتنا هاد الوضع حكومة عبد الرحماني اليوسفي خلتنا هاد الوضع حكومة الفيلاني حكومة عبد الكيرب العمراني حكومة شحل بغي تقول ما عطيب وعبيد حكومة من مبارك سمحوا لنا على هذا بعض المرار ما كان بقوش يعني ده مغلق السيء شحال دابا فوك استقلينا عباد الله تقريبا دبعنا سبعين عام هادي ولا شحال باستقلينا صور سبعين عام بقال ما ساوبنا شطرعيق ركزنا الآن التنمية في واحد المنطقة وهمجنا لا منطقة امالات اخرى تبين يوم اعادة الاعمار غير واحد الفكرة في اعادة الاعمار هاد الفلوس دابا وهاد الشي واش غالون انهم نعمروا نفس البلاسة ولا نجمعوا هدنا في شي قورة نموذجي ولا في شي مدينة نموذج ولا نخليهم هكاك واش هاد المنطقة يعني عندها مقويمة دي عادة الاعمار ولا غا نكبوغها الفلوس واش كين شي قراءة هاد المسألة هاد هاد الناس اللي دوا هنا خمسة ديور اللي بغيت يبشي البلاسة خمسة ديور كيصعبوا على الصروطات كيصعبوا على الرمط بيناتهم كل شي الصعوبات عش هاد الناس كاملين ميجمعوا الشي مدينة حضا مراكش كاملين اولا شيم دي اولا حدا تارودانت اولا ديك ولاد برحيل توسع حتى لو قاعد شي كاريتك يكون سهولة دي للتدخول كوني كيسمح للناس بهذا بهذا عش هاد الناس من قربهمش من ولادهم دابدوكو الناس مساكن شكونهم غالبية خادمات بويوت كيبشيو يخدمو هذا خدام في القامرة هذا خدام في تارودانت هذا خدام في برحيل اولا في الخارج وواحد الناس من نساء وواحد الشيخ وكذا كيبقاو مستقرين علش هاد الناس من قربهمش من ولادهم اماكن عمالهم ولا يلقاوهمش حال رخصنا نفكروا فاد اعادة الاعمار هاد اعادة الاعمار خصفكي ما خصفكي كديرك وهاد مهم دير هاد الناس اللي عاشوا هاد المأساة وهاد هاد الزلزال وما تبهوا وما تبهوا رمك يخصوش كي خبزة ولا باطا ديالطون ولا حليب رخصوا واحد المواكبين نفسية مهمة جدا 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 خصدور الاجتماعية وخصدع طباء النفسين هابطوا تمام ليسوسيولوغ يهابطوا الناس اللي كيديروا علم النفس اللي كيديروا لان رمشي سهل عباد الله بلدي مقات تحت طراب واحد اربع وشين ساعة وتجبدو رمشي سهل الطفل عنده اتناشر عام يشوف ابوه مات ولا يشوف امو مات تقدامه ولا بشير ابوه امو خوته هذورك يحتاجوا الواحد لمواكبة نفسية في ختم هذه الحلقة عندي واحد جنوقات مهمة جدا جدا هادي هي الدينامية اللي خلقها الزلزال واللي يشكر عليها الشعب المغربي الشعب والقيادة والسلطة وكل شي يعني كان جدا رغم بعد الملاحظات انا عندي ملاحظة اخوتي المغاربة ارا جاء عندي هذو الطالب ارا في هذو الازمات تصنعوا وعي الشعوب وكتطور الامم ارا الملاية غدجي والصباط غيجي والحليب غيجي والزيت غيجي ورقلتوا واحد المرة ارا اللي بشلو بهم وخا تعطيه الملايات وتعطيه الفلوس وتعطيه الاعمار ارا مكوي الناس فرا لكان شي خير ارا جاء انا اخوتي المغاربة استغلوا هذو الفرصة طرحوا الاسئلة الجوهرية لماذا واقع ما واقع سؤال تاني كين ما واقع هذا امر الهي كالنقشنا على مستوى تدخل ولا غياب تدخل للبطء افتدخل سؤال الاخر شنو نديرو كي لا يتكرر هذ القصور ولا هذ الفطور ولا هذ البطء والسؤال الاخر كذلك مهم جدا واش مكانش ممكن تكون الخسائر الاقل على سؤال نطرحوا علينا جميع ماتولنا تلتالاف واش مكانش ممكن يموت عالف نقضولنا ثلاثة واش مكانش ممكن واش ممكن فين كين الخلال هذا هو اللي مهم انا ضد واحد الفكرة دي لحنا اخرناهم نتعصرينون نقولوا رب ما شيل عبارات ما اخوتي المغاربة رجاء استخدصوا الدروس فين كين الخلال فين كين المشكين سؤال اول هذه المناطق خمسين عام وسبعين عام دي السيقلال علش تنمت طنجة وظهرت عمران في طنجة وجمال في طنجة انظهرت في مارتيل انظهرت خدمة في تيتوان انظهرت خدمة في الرباط مكين كورها الا جاحد انظهرت له طروتات كين طرقة كين بنية تحتية دار المغرب مجهودة اخوتي المغاربة ولكن علش هذ المجهودات مشملتش مناطق معينة هي اللي كي اسميه المغرب المنسيق او المغرب غير النافع علش هذ الناس مقدوش حقهم من التنمية علش هذ الناس بالضبط هذ الناس عاشوش حال طيبين دو كريزا مازيغ بشينتش عاشوش اول ما كيتصوروش العيالات والنساء بعدها وخاها دا موقف مشي انه تقول لكم غير الناس بقي صويرة غير كيشوف كيديلك ها كارم اللي عنده القصو معاك اللي دي سيم قداموش دك السلام عليكم ناس طيبين واحد درجة تصور علش هلش استغلينا الطيبوبتوم علاش علش هذ الناس مقارنة مع الشامال حيث الشمال يستحق كثير من هذ الوضع ولكن واش حيث الشمال كان دائما كيغوش وكيهضر وهدو من كيهضروش ولكن هذا هو المحدد واش خنكون احنا نتعامل مع اللي غوض نعطيه ونسكتوه ولي درويش نبركو فوقو سؤال اخر مهم جدا هالدينامية اللي خلق هذا با هالتضامن المغاربة هالشي اللي دار دابا المالك حط المليار الدينامية اللي خلق المالك مع الحكومة الشعب المجتمع المدني اليوم من مغاربة كلهم كل شي كل شي القوضات ساهموا بفلوسهم مشكورين البوليس ساهموا مشكورين الجوندارم ساهموا ادارة السجون عجبني هات السلوك 300 مليون وعطات الموظفين ديانهم كيفاش تتموبيليزة كل مؤسسة الدولة البرلمانيين السياسيين الحقوقيين المحامون كل شي تموبيليزة عندي سؤال وكنشكور الجميع واش مالقدوش هالتضامن يكون دائم هالشي يكون ودر في وليد أزمة حتى يصدمنا الواقع حتى لا عدنا دور اليتامة عدنا دور العجازة عدنا المتشريدين عدنا المساكل اللي خرجوا ظروفهم كارتية وتولدوا في ظروف كارتية هالش هالتضامن يبقاش حي دائما هالتضامن لكن ما بين الدولة والحكومة سيدي والشعب هالش ما يترحش كشعار كي ما بينينا واحد وقت طريق الوحدة كي بينينا ولي العهد أنا داك الحسن تاني الله يذكره بخير الله يرحمه الحسن تاني وولي ولمهدي بنباركا وكان بنينا طريق الوحدة وتجند كل شي هالش اليوم ما بينيوش هاد الطرق إلا ما كانت صار حديك بغيتش حالة السينفار حالة السينفار اللي دار المالك مؤخرا في المسؤولين حالة السينفار هالشي الدولة ما تبغيت خدم نصنع المعجزات والمستحيل العلاش العلاش عacher حنا ما نصنعوش بلاد قوية إنسان مسؤول يكون وطني يكون مسؤول وطني ملكي واش الإنسان اللي كيكون وطني أعباد الله يشوف المواطنين ديروا بحلقة وقاس كيبيع لهم الغلاق وكيبيع لهم البنزين بغلاق واش هدا وطني إذا هدا لا يستحق قال لي يا مسؤول قال لي الركل تاني في المسؤولية شنا هو قال لي أولا خس يكون المسؤول قال لي عندهم إصداقية طبع هذا اللي كي يقول لك أخ نوش يرجع 17 مليار درهم واش ممكن نعفيه أخ نوش على مياه على 17 مليار درهم اخلص 17 مليار درهم وصبح لي فجود وميرر واش هدا إنسان عندهم مصداقية واش فيه جديون قال لي جديون مصداقية واش تبا هدا هدا مسؤول هدا هتعول ليه واجه لك الزلازل هدا كريزار بارك اللي يقول لك سنخفضوا أسعار المحروقات سنثقفوا أسعار المحروقات لماذا؟ لأنه شفنا من دار تحرير القرار اللي دارتوا الحكومات السابقة انه الشركات رفعت من الهواء مش الربح ديالا على حساب المواطنين والمواطنات في الواقع فضلت انها تزيد الأرباح على حساب الجيب ديال المواطنات والمواطنين وبالتالي وصلت انه زادت الأرباح تلتمية في المية وبالتالي سنعتبروا بينا هدا جشع واش هدا وازي واش هدا قال لي مفيش مصداقية واش هدا مسؤول هدا واش هدا إنسان مسؤول هدا كأخ نوش اللي كان مع ابن كيران ومشكل مع الحكومة وبنينخرج تنكر الحكومة وتنكر الجريب وتنكر الهم الراجع ونقالب عليه وضغط وخربق ودار مؤامرة مع الشقر ودار مؤامرة وبعد وحد الوقت تتحاله من ومشكل البيجيدي وشايlagen واش هدا عندهم أصداقية بعد يستنع لك هذا اللي يبيع لك المازوت في والأزمة في اليمن الزلزال هذا كيبع لك ما يبيع الزلزال ما يبيع المازوت في الزلزال بعضا تقول لي المناطق من نكوبة في المغرب كله المازوت يجي من تنجا يجي من قوليترا الرخص في أي بلاصة الذي يبيع المازوت في هذه الأزمة بحل ذاك الكاميو دي الشمال اللي سرقوا بحل بحال تجار والأزمات قل لي يا ذاك المسؤول قل لي خس يكون الملان الموطني مالاكي مسؤول جوش قل لي خس يكون فيه الميزداقية هادو شو ميزداقية تانين يكون مطالع على الأوضاع تب هادو مطالعين هادو الوزارة عارفن البلاد عارفن والله ما مطالعين قال لي والله ما كيعرفوا شي حاجة ولا كي وكينا شي شوش أركان أخرين والله إذا ما عاشنوا مهم كانوا واحدني قزوين هادو دي الوطنية المالكية الميزداقية الانسان يكون مطالع وش يحويش أخرين مع قلش كيكونوا في المسؤول هادو وش فيهم هادو المواصفات دي المسؤولية طبعا ما كيش أخر كلمة أخوتين المغربة بخصوص واحد الفيديو كنا ندلناها البارح وخرجت لها ماب واحد صريح فيديو نتاشر عن إطاق واسي احنا عرفناه الطوارئ دي القياد احنا كان الفكرة كنا لا رصد بزاف دي الناس نشاروه حيط حتى احنا تناولناه احنا البارح تناولناه في إطار رأي في إطار فكرة ما كيهنا مش دك كان ولا ما كانش لو كنا احنا كربطناه بالزلزال كنا عنقوله القياد وفيكتوا نهار الجمعان نهار السبتناه عاد بنتوا اليوم احنا ما قلنا نشاهد الفكرة احنا نتابه هنا له في اللون جاينا الفيديو وعرفناه من بعد اتناق تجيل على أن الفيديو راها قديم وظلحتوا ما قلت شاهد الجملة ديال انتو ما كقياد علاش خرشتوا تل اليوم وفيكتوا تني وكنا عارفناه جديد احنا كنا نقشل فكرة علاقة المعين بالمنتخب هدية الفكرة طبعا كينا ناس اخرين نشروا في ضروف خراء كل واحد كيتحمل مسؤوليتو مول بيجاما شوف الناس في وصلوا مول بيجاما شوف 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 الليل هدي بعدها ندو وزاة الأمازيغية كتسبق مسكينة انا مشي مع السببان باش تشوف المواطن فين وصل شو شو قلت لهم ما كنا عنتي خابات كتجيو الأسواش قلت لهم الليل شوفوا المغربي في وصل شو خمس سينة خمس سينة يستدنيكو يلا هداس لي خلص ربك الله سواد ورسولين ورسولين الله يلا قبيل دي لنا دين ضينا على القبيل انا ما كان ولكن لي أساسي شو حرارة المجتمع باش الناس انا كنقول هاد الشي ده بديل تضامون وهدى عملي قدمة الدولة كله إيجابي وللعب دور ولكن اللي مهم عندي ينا من هاد الشي كله وانختم بيها أخوتي مهمة الأفكار اللي كنقول لكم انا كهمني شنور بحنا مستقبلة عيسالي الزلزل خسرنا اللي خسرنا طعم لنا اجوا نقلصوا واش خضينا شي دروس ودالعام اللي جاء جاءت الفياضانات عاود تاني جاءت كورونا عاود تاني اندي ماري ونجمع هرا نجمع الفلوسي ونعطيه الفلوسي ولكن واش قدرنا عن مستوى العلاقة بين المسؤولين واش عدنا مسؤولين واش عدنا بنية سياسية ساليمة واش عدنا نظام سياسي ساليم واش عدنا ناس كحت واش عدنا صحافة حرة في البلاد واش عدنا برلماني حر واش عدنا نقابات واش عدنا مسؤولين واش عدنا البلاد عم بنيوه عب جيهة واحدة ولا خذ جيهات قريب واش اللي هرسنا باقي الجيهات واش عارب الحف دا هو المشكين رامزال عايشين ومعرفنا احنا كيقول الله حد البس ما عدنا الوقت شه تجيب أنا يهمني الشيء الحليب غيب الشيء والقياطة ونوفر سنتيبلاو المهموني غير الرجالي لا ضاعوا والحوطي لا رابو وكل هي بني دارو غيرتتいました كيف قادرين بنامنا اليوم بمقادernen شون نطلعو وتلبر للمعنى الجامعة أخوتي المغربة تاني قاش ما كن سياسي تاني قاش ما كن سياسي مشكيلا للي عندي رابون ما سنقضون سحوات العلاقة التي كن برأي الجامعة والقايدة في المستقبل ما سنقضون زيدون ومتراكسات في المستقبل في كلمة المغرب مشي تاجين الدقة مشي تاردق أرقانا عاد حنا نوضو نشوفوش عنزيدو ونحيدو تارد جيد ضربة 16 مية عادتين بدلون تارد جي الزلزل تارد جي هادي كنعيشو مع الحادث ما عادناش تصور جي الزلزل لقينا ما كيش حاجة وجده عاد الناس جمعون المواطنين عاد تحرل كيبين كل شي كان مخربق كيش رؤية موجدل مهيئة ما عادت لوقتش جيب تهو الخطير احنا كنصنعو المستاحيل كمغاربة كنجندو كنلبيو كنموتو احنا كشعب مغربي وبغيت نختم مع السلطات لاحظوا الشعب المغربي شكي يدير كينسا لهمو وكينسا مآسيه وكينسا مدارش فيه السلطة وكينسا الدرائب والغلاء وبقى مسكين ضل الأزمة والغلاء مسكين المغربي يكيحوط وش هات الشعب يستحق هالطريقة اللي كيتحكم بيها مع كامل الاسف كنتم منو نستخد صدوروس نستخد صدوروس والطريقة اللي كنا قادم بيها مشي مزيانة كنشكركم وإلى اللقاء